يبدو أن حكومة أردوغان لن تصمد أمام فضيحة الفساد والتزوير وتبييد الأموال فقد قدم وزيرات داخلية والاقتصاد مؤمر جولر وظافر تشاغليان استقالتهما من منصبيهما بعد اتهام نجليهما مع نحو عشرين شخص آخرين في إطار التحقيق عن قضايا فساد ليلحق بهما وزير البيئة أردوغان بيرقدار ويقدم استقالته أيضا لكنه لم يكتفي بذلك بل دعا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى الاستقالة أيضا موجة الاستقالات لم تنتهي هنا فقد لحق بركب المستقلين النائب ووزير الداخلية السابق إدريس نعيم شهين الذي استقال من حزب العدالة والتنمية وأمام تلك الأزمة الآخذة في الاتساع سيما وأنها تسببت بتراجع الليرة التركية لأدنى مستوى لها منذ سنوات لم يقف أردوغان مكتوف الأيدي فاتهم قوى خارجية بالتدخل في شؤون بلاده وتشويه سمعة حكومته سبب نجاح حزب العدالة والتنمية طوال 11 سنة في حكم هذه البلاد هو صدقنا والتزامنا لتركيا وتصميمنا على محاربة الفساد نحن نواجه هجوما ضد الشعب التركي ودولته عبر فضيحة الفساد الجميع يدرك أن ما يجري مؤامرة واضحة وخديعة بحق الشعب التركي أردوغان هدد بقطع آياد خصومه في حال استعملوا فضيحة الفساد ضرب حكمه كما أشار الرئيس عبدالله قول إلى أن رئيس حكومته يستعد لإجراء تعديل وزاري واسع وتغيير عشرة وزراء قبل نهاية سنة 2013 ترجمة نانسي قنقر